السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة دي دوسوميبي الان شاء الله سنتحدثه على الموضوع اللي انا في الحقيقة جربته وهو الثوم ماذا يحدث عند اعطاء ارانيبي الثوم انتم كما تشوفوا هذا الارانيبي اللي كنتم ادركهم في الفيديو السابق را كانت عندهم اه تقريبا جس سمانات مني وريتهم منكم دبارة عندهم الشهر دبارة اني فطمتهم على الام ديالهم ولكن خليتهم مقابلين مع الام ديالهم انتم كتشوفوا الام ديالهم رهات المائية كتشوف فيهم وما دخلوا ما ذكرت لنا باش يدفوا فيها في الليل دبارة اسم الموضوع ديالنا هو هو عالة التوم التومي اللي لمشي تتعطيتي الارانيبي اسمو كي اثر عليهم هما كيفاش الطريقة دياله وقد نقول لكم طريقة دياله انه يمكن تديروه في الماء وتخليو داك التوم حتى يترطق بالراس ويعني كيتنفقه وكيترطق كيفاش اسمو هو التأثير ديالهم على الارانيب انه مضاد حيوي مئة بالمئة كونوا متأكدين انه قاعد الناس اللي كيستعملوا الادوية يعني المعاوية وكيستعملوا الادوية ديال الدموية يعني الليبرة راه التوم السيدة ربي عاطيه هنا خالقنا هاد 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 النبات هادا اننا يعني ما غادش نديروه لمشينا تحتها عاطينا الارانيب دياله كيفاش طريقة اذنه اني اجربتها هات لنا فتوم هاكا يكون عبارة عن فصوص هاكا كتشدو واحد اللي كتكشرو هاكا بلا بدو ما تكشروه قاع غي غي فص هاكا قاعي لابغيتو تفلحو فلحو لكنتو ما غيب هاد طريقة هاكا انتو ما كتشوفو تشيو الشرابة ديالهم صافي وتحطو لهم واحد جوش فصوص هاك وتخليوه وما رأى هامنين كاي يشربو منو كونو متأكدين ان هاد هاد طريقة موضاد حيوي مئة بالمئة لا التنفس الجهاز التنفسي ديالهم كاي الالانيب اللي كي مرضو الناس اللي كي مرضو لهم الاني بكي الضيقة اللي كي مرضو لهم با الجهاز التنفسي ديالهم مخاطي ديالهم كي بقى ذاك الجهاز البلغم ديالهم كي بحال انسان تاهم كيتأثروا كي بولي عندهم ذاك العطيس كي بولي عندهم الرواح كي بولي عندهم والتا بالنسبة للجهاز ديال يعني الكرش ديالهم يعني المعداء والمرارة كل شي را بكونوا متأكدين انه لعطيتهم الثوم را مضاد حيوي مئة بالمئة وهذه را كنقول لكم مجربة يعني الناس ديال البكرية هم اللي كانوا كيدروا هال الحويج هادو ما كانوش كيعرفوا اسمه ودو وقاع ما كانوش يعرفوا اسمه هي ليبرة وكانوا كي يكبروا لهم الاخنائين وكي يستفدوا منهم احنا يا صليا هاد الجو اللي وليو نفيه الجو حقيقا كل شي اللي اللي لحتهو معايا كل ش الناس اللي لو كي يمرضو حد وحال الامراض نقولواوادة ضيقة وكاين حساسية كاين اسمه الانسان ولا يعني شانو كي يمرض انا مش خرج غيرا البرد اmern اما الناس اللي كانوا بكري رام كانوا عايشين طبيعي ما كانوش كيديرو المواد الكيميائية ما كانوش كيديرو الدوايات كانوا عايشين صحاح اه انا حاولت نسول الناس قيل بكري يعني دوك الناس اللي الكبارين في السن كيفاش كانو كيديرو الطرق ووحد المرة كبيرة هي اللي قتلها الطريقة قتليه ان الثوم راه مضاد حيوية مسكينة ما عارفش سموية موضاد حيوية ولا ما عارفش اش دك شي كان كيدير فيهم ولكن منين يعني سولت وبحثت في الانترنت لقيت انه الثوم لابد ما يكون عند القناين لانهم كيبولي عندهم مناعة مناعة مئة بالمئة كونوا متأكدين ان انا انا جربتها حاولت اني مبعد على حسب الدوايات وهذه حاولت نجرب هالطريقة وجربتها الى واحد واحد الخلفة والحمد لله كانوا مزيانين يعني ما مرضوش والامور دازت هي هذه اذا اذا عجبكم فيديو اه ساندونا وتكيووا على زير جامل اه ومرحبا بالتعاريق طيبة ديالكم والى اللقاء في الحلقة المقبلة ان شاء الله شكرا